زوجة وقفت بجانب زوجها الطيب الملتزم صاحب الأفكار الرائعة والحلم المشروع فتحملت معه أحلك الظروف حتى أنها أنفقت على مشروعه من مالها الخاص وأخذت تشجعه وتؤازره عدة سنوات حتى نجح وتحسنت أوضاعه وذهب الفقر وجاء المال الوفير فكانت جملته المعتادة الحمد لله الذي وفقني بدون حول مني ولا قوة اللهم وفق زوجتي التي كانت شريكة لي في الجهد والنجاح وفي قمة النجاح بدأت الزوجة اتباع سياسة المن مع زوجها والتذكير بأيام الفقر والذكريات الأليمة وأنه لولاها ما تحسنت أوضاعه وظل في زمرة الفقراء وكان زوجها صبورا معها ويقابل كل هذا المن بابتسامة رقيقة ومعاملة طيبة ويطلب منها أن تعيش أيامها الجميلة وتنسى كل ما مضى خاصة وأنه دائما يذكر لها كل ما قدمته من أجله ولكن الزوجة تمادت في أسلوبها الاستفزازي خاصة أمام الناس فتألم وغضب واشتد غضبه ولم يعد قادرا على التحمل وأظهر لها رفضه لتلك المعاملة فتدخل أبواها وأقاربها وأجمع على أن الزوجة هي المخطئة ورغم ذلك لم تتراجع عن أسلوبها وكلما مرت الأيام ازداد استعلاؤها عليه فلم يجد الزوج حلا أمامه إلا البعد عنها حتى تراجع الزوجة نفسها ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها فوجدت زوجة أخيها الأكبر تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أخيها وتحثه دائما على الصلاة مع الجماعة وتراجع معه ما حفظه من القرآن الكريم وتعينه دائما على الخير وتبتسم مهما عانت معه أو مع طفلها ثم ذهبت لزيارة أخيها الأصغر الذي يسكن مع زوجته في بيت حماته بعد أن تعرض لعملية نصب ولم يستلم شقته التي دفع ثلاثة أرباع ثمنها واضطر للعيش مع زوجته في بيت أسرتها حتى تحكم المحكمة له بأحقيته في شقته توقعت الزوجة أنها ستجد شقيقها يعاني من سوء معاملة زوجته وأهل بيتها بسبب وجوده في بيتهم إلا أنها فجأت عندما وجدت شقيقها يعيشه كأنه صاحب البيت الكل يخدمه بحب ويتمنى رضاه لأخلاقه الكريمة وصلاحه وطاعته لله وشاهدت زوجته تعامله في تواضع كبير تهيئ له الجو ليذهب إلى عمله سعيدا وتستقبله بأجمل ابتسامة وتوقضه للصلاة في جو في الليل وتعيش معه على مرضات الله تأثرت الزوجة بكل ما شاهدت وقالت في نفسها والله إن زوجي أتقى وأكرم وأحن من شقيقي وكان يعملني معاملة كريمة لم يعامل شقيقي زوجته عشر ما كان يعملني زوجي كم كنت مخطئة في تكبري على هذا الزوج المخلص عادت الزوجة من عند أخيها وذهبت مباشرة إلى زوجها تبكي وتعتذر له بدموع عينيها فابتسم لها واستقبلها استقبالا رائعا وأول ما فعلته الزوجة أنها توضأت وصلت ركعتين شكرا وحمدا لله الذي هداها ونصرها على شيطانها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا في صباح اليوم وعند الذهاب مذيعة التلفاز إلى عملها حدث خلاف بينها وبين زوجها رجل الأعمال ظنا منه بأن زوجته أخفت ملفا هاما لتطلع عليه أحد منافسيه فخرجت حزينة وغاضبة وخلعت خاتم الألماس من إصبعها والذي أهداه لها زوجها في ذكر مولدها حتى لا يذكرها به ووضعته داخل حافظة نقودها وهي تقول في نفسها هذه هي النهاية سأطلب منه الطلاق بعد عودتي قبل أن ينطق هو بها في نفس هذا اليوم كان صبي يتيم الأب يتمتع بأخلاق حسنة وبارا بأمه ذاهب إلى عمله في ورشة نجارة لينفق على أمه وأخته الصغيرة ولأنه تأخر دقائق عن العمل بسبب سهر الصبي على أمه المريضة قام صاحب العمل بطرده حزن الصبي كثيرا فهو يعلم أن البيت ليس به طعام كما أن أمه تحتاج للعلاج ولم يجد أمامه إلا أن يجلس حزينا على الرصيف يدعو الله وهو يبكي في صمت أثناء قيادة المذيعة لسيارتها لفت نظرها هذا الصبي فركنت سيارتها وذهبت إليه ثم أعطته حافظة نقودها بكل ما فيها وقد نسيت أن خاتم الألماس بها فدع الصبي لها ذهب الصبي إلى بيته سعيدا فوجد أمه تدعو له بدموعها بعد أن صلت الضحى وحين فتح الصبي الحافظة وجد بها الخاتم فأسرع وعاد إلى مكانه الذي التقى فيه مع السيدة ولكنه لم يجدها فحزن وعاد إلى بيته وبعد انتهاء عمل السيدة عادت إلى بيتها في المساء ففوجئت بزوجها يبتسم ويعتذر لها ويخبرها أنه قد وجد الملف في مكتبه وهنا تذكرت السيدة خاتم الألماس فحزنت دون أن تنطق بكلمة في صباح اليوم التالي ذهبت السيدة إلى المكان الذي التقت فيه الصبي وكانت دهشتها كبيرة عندما وجدت الصبية يتلفت في كل من يأتي للمكان وعندما شاهدها أسرع إليها وأعطاها الخاتم واعتذر لها فتعجبت السيدة من أمانته ثم أخذته إلى سيارتها وذهبت به إلى زوجها وبعد أن استمع الزوج لحكايته أعد له ورشة نجارة بأجهزتها على أن يكون الربح مناصفة بينهما ففرح الصبي كثيرا وسجد لله شكرا ثم قال صدقت يا حبيبي يا رسول الله حين قلت إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أصاب مونة التغيب الطويل لزوجها عن البيت وشعورها بالفتور العاطفي والإهمال من قبل زوجها دفعها للدخول في دوامة الأسئلة مثل هل أنا لست جميلة؟ أم أنه يحب فتاة أخرى معه في العمل؟ أم لأنني لم أنجب؟ ظلت مونة لأيام مع هذه الأسئلة حتى أنشأت حساب فيسبوك لإشغال وقتها لتملأ الفراغ وغياب الزوج بالإضافة لشعورها بالنقص والحرمان وعطشها لأي كلمة تشعرها أنها أنثى وجميلة ومرغوبة فيها إلى أن تعرفت من خلال الفيسبوك على شاب استمع إلى مشاكلها في البداية ثم تطور الأمر بينهم إلى أن شعرت أن هذا الشاب هو الذي كانت تتمنى وتبحث عنه طوال الحياة لدرجة أنها أرسلت له الكثير من صورها ثم لبت طلبه بالالتقاء به في أحد المطاعم وحين التقت به في المطعم صور هذا الشاب جلستهما معا دون علمها كما تلاعب بصورها وأظهرها في أوضاع مخلة عن طريق فيديو صنعه لها ثم هددها بإرسال ما تم تصويره إلى زوجها إن لم تستجب له بالحضور إلى شقته وأصبح شبح الفضيحة يتراءى أمامها فلجأت إلى مستشار أسري عبر تويتر ليرشدها إلى حل لمشكلتها ومن عومة الثعابين طلب منها هذا المستشار الخروج معه إلى مكان عام فلم تستجب لطلبه واستعانت بزوج صديقتها فلم يكن هو الآخر إلا ذئبا يريد افتراسها فلما وجدت نفسها ضحية بين ذئبين كل منهما يهددها ويطلب منها التنازل عن شرفها مقابل إخفاء سرها في هذا الوقت وبعدما أحاطها اليأس والحزن والبكاء ليال طويلة لم تجد مناسبلا إلا إخبار زوجها بما حدث وليكن ما يكن بمجرد سماع زوجها لما حدث قام بتطليقها دون البحث عن الأسباب التي عرضتها لما حدث وأن إهماله لها كان من بين الأسباب لم تجد منا أمامها إلا أن ترسل رسالة للشاب الذي تلاعب بصورها وصور لقاءهما بالمطعم وتخبره فيها بطلاقها وتستعطفه ليتزوجها فما كان منه إلا أن أغلق حسابه فورا واختفى من حياتها بعد أن كتب لها ردا على رسالتها قال فيها آسف أنت لا تصلحين أن تكوني شريكة لحياتي وأما لأطفالي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير